اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الاضطراب الوسواسي القهري مقدمة الاضطراب الوسواسي القهري هو نوع من اضطرابات القلق ويسبب افكار مزعجة متكررة تدعى وساوس يحاول الشخص المصاب بالوسواس القهري تكرار فعل اشياء معينة لطرد الوساوس عنه تدعى هذه الافعال المتكررة باسم الافعال القهرية يمكن ان يسيطر الطراب الوسواس القهري على حياة المريض اذا ظل من غير معالجة لكنه في اغلب الحالات يمكن معالجته بصورة فعالة باستخدام مزيج من المعالجة الدوائية والمعالجة النفسية يشرح هذا البرنامج اضطراب الوسواس القهري ويتناول اعراضه واسبابه وهو يناقش ايضا كيف يجري تشخيصه ومعالجته الاضطراب الوسواسي القهري اضطراب الوسواس القهري نوع من اضطرابات القلق وهو يخلق لدى المريض افكارا ومخاوفا مبالغا فيها تدعى هذه الافكار والمخاوف باسم وساوس ويعجز المريض عن ضبطها او التحكم بها ان الاضطراب الوسواسي القهري يجعل المريض يقوم بافعال متكررة تدعى الافعال القهرية وتكون الغاية من هذه الافعال القهرية هي التخلص من القلق المرتبط بالوساوس التي تنتاب المريض يشعر المريض بضرورة القيام بهذه الافعال لانها تمنحه راحة واقتة من الوساوسي المزعجة وهو يشعر ايضا بالعدام القدرة على التحكم بافعاله القهرية او ضبطها كثيرا ما تتركز الوساوس والافعال القهرية على موضوع محدد او على فكرة محددة فقد يجعل هذا الاضطراب وساوس المريض تتركز على الجراثيم مثلا وبالنتيجة يكون الفعل القهري لدى المريض هو تكرار غسل اليدين وبالمثل يمكن ان يجعل اضطراب الوسواس القهري المريضة موسوسا بترتيب الاشياء فقد يعجز المريض عن مقاومة الحاجة الى ترتيب الاشياء الموجودة على احد الرفوف بحيث تتخذ اتجاها واحدا او بحيث تفصل بينها مسافات متساوية تماما من الممكن ان يدرك مريض الوسواس القهري ان مخاوفه غير منطقية وقد يحاول تجاهل وساوسه او الكف عن القيام بالاسعال القهرية المرتبطة بها لكن تجاهل الدافع الملح للقيام بالفعل القهري يؤدي الى زيادة قلق المريض اضطراب الوسواس القهري حالة مزمنة مستمرة وهو يعد مرضا يدوم طوال حياة المريض لكن ترك هذه الحالة من غير معالجة يمكن ان يجعل الوساوس والافعال القهرية تسيطر على حياة المريض الاعراض تتألف اعراض اضطراب الوسواس القهري من وساوس المريض وافعاله القهرية وتختلف هذه الاعراض باختلاف المرضى فهي تتوقف على الطبيعة المحددة للوسواس وللفعل القهري المرتبط به لدى كل مريض غالبا ما تبدأ اعراض اضطراب الوسواس القهري بالظهور على نحو بطيء خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة ومن الممكن ان تتغير شدة الاعراض خلال حياة المريض لكنها تتفاقم وتزداد في اوقات الشدة النفسية عادة امثلة على الافكار والمشاعر الوسواسية الشائعة الشك في عدم اغلاق باب المنزل او في ترك الوعاء على النار القلق بسبب عدم ترتيب الاشياء او عدم اتخاذها اتجاها واحدا الضيق والانزعاج لدى المريض جراء تخيل تعرض طفله الى الادى ومن الافعال القهرية الشائعة المبالغة في تكرار غسل الايدي العد وفق نمط معين كالعد ازواجا او العد وفق مضاعفات العدد خمسة مثلا تفقد الابواب واعادة تفقدها مرانا للتأكد من اغلاقها من الممكن ان تؤدي الوساوس والافعال القهرية الناجم عنها الى تغيير نمط السلوك الشخص المريض فمثلا يمكن ان يعمد الشخص الذي يخاف الجراثيم الى تجنب مصافحة الاخرين او لمس الاشياء وهذا ما يسبب للمريض مشكلات كثيرة في عمله وفي حياته الاجتماعية على حد سواء ومن الممكن ان تؤدي الوساوس والافعال القهرية الى ظهور اعراض جسدية وذلك من قبيل تشقق جلد اليدين لكثرة الغسل فقدان الشعر او ظهور بخع صلعاء بسبب كثرة شد الشعر الصراخ بكلمات نابية في اوضاع غير مناسبة لا يستطيع المصابون بالطراب الوسواس القهري السيطرة على هذه الافكار المزعجة او على الافعال القهرية الناجمة عنها وهم لا يشعرون باي سرور عندما يقومون بتلك الافعال لكنهم يحبون براحة قصيرة مؤقتة من القلق الذي تسببه الوساوس من الممكن ان تكون اعراض الطراب الوسواس القهري شديدة وان تستهلك وقتا طويلا لان المريض يمضي ساعة واحدة على الاقل كل يوم مع وساوسه وافعاله القهرية الطراب الوسواس القهري مرض يسبب اعاقة للمريض ويمثل خطرا على نوعية حياته وقد يمضي المريض شطرا غير قليل من وقته في القيام بالافعال القهرية الى حد لا يترك له وقتا كثيرا لفعل اي شيء اخر على سبيل المثال يمكن ان يمضي الشخص المصاب بوسواس الترتيب كل وقته في ترتيب واعادة ترتيب الاشياء في المنزل وقد يقوم بتلك المهمة عوضا عن النشاطات الاخرى كالذهاب الى عمله او قضاء الوقت مع الاسرة والاصدقاء برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب وعوامل الخطورة لا تزال اسباب الطراب الوسواس القهري غير معروفة على وجه الدقة لكن من المرجح ان هناك عوامل كثيرة تؤثر في هذا الاضطراب من الممكن ان تكون الاضطراب الوسواس القهري صلة بالبيولوجيا وهذا يتضمن تغيرات في كنيائية الجسم البشري او بطريقة عمل الدماغ وقد تكون لهذا الاضطراب علاقة بالجوانب الوراثية ايضا اي بالخصائص التي تنتقل الى الانسان من الابوي يمكن ان يكون الطراب الوسواس القهري ناجما عن نقص مادة السيروتونين في الدماغ وهي مادة ينتجها الدماغ لاستخدامها في ارسال الرسائل الى مختلف الاعصاب في الجسم يعد نقص مستوى السيروتونين سببا لحدوث الاكتئاب وقد تكون لهذا النقص سلة بالاضطراب الوسواس القهري ايضا من الممكن ان تكون لاضطراب الوسواس القهري سلة بالبيئة المحيطة ايضا وهذه البيئة تشمل مكان العمل والمجتمع المحلي او مكان الاقامة وقد تكون لاضطراب الوسواس القهري علاقة بالعادات التي يكتسبها المرء في هذه الاوضاع المختلفة على الرغم من عدم معرفة الاسباب الدقيقة للاصابة بالاضطراب الوسواس القهري فان هناك اشياء محددة تزيد من خطر ظهور هذا الاضطراب عند الانسان تعرف هذه الاشياء باسم عوامل الخطورة يعد وجود تاريخ عائلي من حيث الاصابة بالاضطراب الوسواس القهري واحدا من عوامل الخطورة اذا كان احد ابوي الشخص او احد اقاربه المباشرين مصابا بهذا الاضطراب فان مخاطر ظهوره لديه تزداد تعد ظروف الحياة المتوترة الضاغطة عاملا اخر من عوامل الخطورة ان الاشخاص الذين تكون لديهم ردود افعال قوية على الشدة النفسية معرضون اكثر من غيرهم لمخاطر الاصابة بالاضطراب الوسواس القهري ومن الممكن ان يثير رد الفعل القوي على الشدة النفسية الافكار الوسواسية والسلوكيات القهرية والمعاناة العاطفية المرتبطة بالاضطراب الوسواس القهري التشخيص اذا ظن مقدم الرعاية الصحية انك مصاب بالاضطراب الوسواس القهري فقد ججري مجموعة اختبارات طبية ونفسية للتأكد من ذلك وهذا ما يساعده على التوصل الى تشخيص صحيح او استبعاد الاسباب الاخرى التي قد تكون سببا للأعراض التي تظهر لدى المريض وتشمل هذه الاختبارات والفحوص فحصا بدنيا للتأكد من صحة الجسم فحوصا مختبرية للتحري عن وجود امراض او حالات صحية تسبب الاعراض تقييما نفسيا للتحقق من الصحة العقلية والنفسية تقييم النفسي يحاول مخدم الرعاية الصحية معرفة الاعراض التي تظهر على المريض ان على المريض ان يكون مستعدا للتحدث عن الامور التالية متى ظهرت الاعراض ما شدتها ما تأثيرها في الحياة اليومية هل ظهرت اعراض مماثلة له في الماضي؟ حتى يقرر الطبيب تشخيص الاصابة بالطراب الوسواس القهري يجب ان تحقق الوسابس والافعال القهرية وحالة المريض العامة مجموحة شروط محددة تماما يجب ان تحقق حالة المريض المعايير الشخصية التالية حتى يقرر الطبيب انه مصاب بالطراب الوسواس القهري وجود وساوس او افعال قهرية ادراك المريض ان وساوسه وافعاله القهرية غير منطقية او مبالغ فيها ان يكون للوساوس والافعال القهرية اثر شديد في حياة المريض اليومية يجب ان تحقق الوسابس المعايير التالية ان تكون افكارا واندفاعات متكررة تؤثر في حياة المريض وتسبب له الضيق ان لا تكون الافكار المزعجة مجرد مخاوف نابعة من مشكلات حقيقية في حياة المريض ان يكون المريض قد حاول فعلا تجاهل او ضبط تلك الافكار والاندفاعات ان يعرف المريض ان هذه الافكار والاندفاعات ليست الا نتاجا لعقله هو ويجب ان تحقق الافعال القهرية المعايير التالية ان يشعر المريض انه مجبر على تكرار سلوكيات بعينها من قبيل غسل يدين او على تكرار افعال ذهنية كالعد مثلا ان يقوم المريض بهذه الافعال او السلوكيات للحيلولة دون القلق الذي ينشأ لديه نتيجة موقف او حدث ما او لتخفيف هذا القلق قد يكون تشخيص اضطراب الوسواس القهري صعبا وقد تكون اعراضه شبيهة باعراض اضطرابات عقلية اخرى مثل اضطراب القلق المعمم او الاكتئاب او الفصام لكن المريض يستطيع الحصول على معالجة صحيحة مفيدة من خلال تعاونه الوفيق مع مقدم الرعاية الصحية المعالجة تتألف معالجة اضطراب الوسواس القهري عادة من معالجة نفسية او معالجة دوائية او من الاثنتين معا ويتوصل كثير من مرضى اضطراب الوسواس القهري الى التخفيف من الاعراض عبر هذا المزيج تعرف المعالجة النفسية باسم المعالجة الكلامية ايضا وهي تستخدم طرقا كالمناقشة والاصغاء وتقديم المشورة من اجل معالجة الاضطرابات العقلية والعاطفية والسلوكية والاضطرابات الشخصية هناك نوع من المعالجة السلوكية يسمى التعرض ومنع الاستجابة وهو مفيد جدا في معالجة اضطراب الوسواس القهري وبموجب هذه الطريقة يجري تعريض المريض لشيء الذي يطلق لديه الافكار القهرية او الوساوس كما يجري ايضا تعليمه طرقا لتجنب الافعال القهرية والتعامل السليم مع قلقه غالبا ما تستخدم المعالجة الدوائية للمساعدة على ضبط الوساوس والافعال القهرية والسيطرة عليها وغالبا ما يجري في البداية تجريب الادوية المضادة للاكتئاب تزيد هذه الادوية مستويات السيروتونين في الدماغ عندما يكون الشخص مصابا بالاضطراب الوسواس القهري فمن المحتمل ان تكون مستويات السيروتونين في دماغه منخفضة قد يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض تجربة معالجات دوائية مختلفة قبل العثور على الدواء الذي ينجح في تخفيف الاعراض ومن الممكن ان يكون المريض في حاجة الى تناول الادوية طوال حياته لكن لا يجوز ابدا ان يبدأ المريض بتناول اي دواء او ان يتوقف عن تناول اي دواء من غير استشارة مقدم الرعاية الصحية اولا هناك مخاطر صحية واثار جانبية محتملة ممكنة ترافق استعمال الادوية ولذلك على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية فيما يخص المخاطر والانثار الجانبية التي ترافق استخدام ادوية الطراب الوسواسي القهري يجب ان يتعاون المريض مع مقدم الرعاية الصحية للعثور على الدواء المناسب لحالته من الممكن ان تكون معالجة الطراب الوسواسي القهري صعبة وقد لا تؤدي المعالجة الى الشفاء كما يمكن ان يحتاج المريض الى المعالجة طوال حياته لكنها تساعده في ضبط الاعراض والسيطرة عليها في بعض الحالات النادرة والشديدة من الطراب الوسواسي القهري من الممكن ان تجري محاولة للقيام بعملية جراحية على الدماغ للمساعدة في تخفيف الاعراض لكن الجراحة تظل الحل الاخير في معالجة الطراب الوسواسي القهري اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة اضطراب الوسواسي القهري نوع من اضطرابات القلق وهو يخلق لدى المريض افكارا ومخاوف مبالغا فيها تدعى هذه الافكار والمخاوف باسم وساوس ويعجز المريض عن ضبطها او التحكم بها ان الاضطراب الوسواسي القهري يجعل المريض يقوم بافعال متكررة تدعى الافعال القهرية وتكون الغاية من هذه الافعال القهرية هي التخلص من القلق المرتبط بالوساوس التي تنتاب المريض يشعر المريض بضرورة القيام بهذه الافعال لانها تمنحه راحة مؤقتة من الوساوسي المزعجة وهو يشعر ايضا بالعدام القدرة على التحكم بافعاله القهرية او ضبطها من الممكن ان يدرك مريض الوسواس القهري ان مخاوفه غير منطقية وقد يحاول تجاهل وساوسه او الكف عن القيام بالافعال القهرية المرتبطة بها لكن تجاهل الدافع المليح للقيام بالفعل القهري يؤدي الى زيادة قلق المريض تتألف اعراض الطراب الوسواس القهري من وساوس المريض وافعاله القهرية وتختلف هذه الاعراض باختلاف المرضى فهي تتوقف على الطبيعة المحددة للوسواس وللفعل القهري المرتبط به لدى كل مريض لا تزال اسباب الطراب الوسواس القهري غير معروفة على وجه الدقاء تتألف معالجة الطراب الوسواس القهري عادة من معالجة نفسية او معالجة دوائية او من الاثنتين معا ويتوصل كثير من مرضى الطراب الوسواس القهري الى التخفيف من الاعراض عبر هذا المزيج تعرف المعالجة النفسية باسم المعالجة الكلامية ايضا وهي تستخدم طرخا كالمناقشة والاصغاء وتقديم المشورة من اجل معالجة الاضطرابات العقلية والعاطفية والسلوكية والاضطرابات الشخصية من الممكن ان تكون معالجة الطراب الوسواس القهري صعبة وقد لا تؤدي المعالجة الى الشفاء كما يمكن ان يحتاج المريض الى المعالجة طوال حياته لكنها تساعده في ضبط الاعراض والسيطرة عليها شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين